السلام عليكم كنت بنا تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال مرحبا بكم في وصفة جديدة بقناة كويزين كوكينا بالنسبة للوصفة دياليوم فهي دائما في إطار مائدة إفطار رمضان 2021 فأنا حبي نشارك معاكم واحد مائدة الإفطار اللي هي صحية متوازنة بعيدا على المملاحات اللي موليفين كانوا يوجدوا في الفطور ديالنا كانت مننا تعجبكم هذة الوصفة هذي اللي هي عبارة على حوت مشرمر في الفران مع سلطات مرافقة له وذا بنخليكم مع الطريقة والمقادير بالنسبة ليا نهنا استعملت الحوتة ديال الطن كيف ما كتلاحظو معايا اللي محلولة من الظهر مغسولة مزيين ومستقطرة ممكن تستعملوا اي نوع ديال الحوتة في الفران كي يعجبكم كوربينا مهم دياليوم كيبقى لكم اخسيار بالنسبة للتوابيل انا هنا نستعمل الكمون سكنجبير البزار الخرقون تحميرة اوراق الرند الملحة وعندي هنا شوية ديال العطرية ديال الحوت بالنسبة للكيمية فهي كتبقى على حسب الحوتة اللي عندكم مش كبيرة بثاف او لصغيرة عندي هنا قز بوروم عدنوس عندي الزيت البلدية عندي الثومة وعندي الحمد بالنسبة ليا هنا فانا عندي حوتة ديال كيلو يعني تقريبا استعملت معلقة كبيرة مع مراش من جامع التوابيل بطبيعة الحل من غير البزار ومن غير الملحة ممكن تستعملوا الهريسة الا كنتو كتبغيوا الحرور انا ما كنبغيش بثاف الحرور هنا كنس تقريبا واحد جوش فصوص ديال التومة اللي نلقيتهم وحييت لهم اللوب ديالهم او للقلب ديالهم دلوسط باش ما تكونش الريحة ديالهم عطيه بثاف كيف ما كتعرفوه فرمضان ما كان مرقوش بثاف التومة تكون مجهده ممكن تستعملوا التومة بودرا كتكون اخاف مقارة بالتومة الطرية ممكن تستعملوا التومة القلب ديالها او العصيب اللي كي يكون في الداخل ديال التومة فهي كتكون اخاف شوية صفي هناك نحكي التومة ديالي كيف ما قلت لكم بنسبة الكيميار على حساب التومة اللي عندكم ويتنا عارفوش انتو ما كتبغيو هكا وش كتديرو مثلا الفطور بوحدو اللي عشاء عد صحور او اللي في مائدة الافطار كتجمعو كي يكون في مجموع فيها الفطور والعشاء مرة واحدة انتو مش نو كتديرو فهد رمضان انشنا هو السيستام او اللي شنا هو النظام اللي انتو ما متنبعين هد رمضان هذا هناك نضيف الحامض تقريبا هنا عنجي واحد الحامضة اللي متوسطة هاد الشكل هاذي اعطر لها المدية لها هناك نحاول حييد العظام فانا هنصوب معاكم الشرمولة العادية اللي مولفين ديال حوت بالنسبه الشرمولة للحوت كي الي كيزيد فيها مطيش مركز طماطم كي الي كيزيد فيها مطيش محكوكا كيتنوع كيتنوع الطرق باش كنحضروا الشرمولة ديال الألحوط ولكن المهم ان الحوت ديالنم اللي كتبغ سهادي يبنينا هذا هو المهم بها الشرمولات كاملية يعني كل واحد يستعمل الشرمولة اللي هو كيف يفضل و اللي هو كيف غير أنا هنا نشارك معاكم واحد طريقة مغايرة باش كنحضروا واحد مائدة دي الافطار اللي صحية و متوازنة واللي اكيد اللي اكيد كجي زوينة بزاف والديدة هنا من بعد ما ضفت التوابيل فانا هنضيف سيت البندية تقريبا نضفت واحد ربعة لمعالق كبار كمية اللي هي خلطون لنا دوك توابيل ويخلينا نشرمل الحوتة ديالنا أنا هندرها حوتة مع مرات بالنسبة لها تشرمولا فهي هنهز فيها الكمية اللي هنشرمل بها الحوتة و هننخلي الكمية اللي هنضيفها مع العمارة بالنسبة لاوراق الرند فهو من بعد فاش هننعمر الحوتة ديالي و هنحاول لنفل لحاشي شوية فدوك اوراق الرند اولاق سيدنا موسى هندخلهم سوف ندخل فيها أوراق الرد لكي يزيدوا لكي يعطيه لكي نسمة هنا من بعد ما تتقطر لكي نسمة مزيان نحاول ندخل فيها هنا فليحة صغار كي تلاحظوا بلموس لكي نسمة مزيان يعني تدخل فيها مزيان الشرمولة كاملة كيف ما قلت لكم هنعود نقول باللي انا استعملت هنا الحوت ديال الطن كي يجي لديت بزاف كي يجي مافي الشوك بالنسبة الناس اللي عندهم الوليدة الصغار كي يخافوا عليهم من داك الشوك ديال الحوت فانتم ما استعملوا هاد النوع هادا ديال الحوت كي يجي زوين بزاف هنا نحاول نشرم لهم زيان ندخل فيهم زيان ديالعطرية باش يتشربها مزيان ويجي من السم على هاتشكل هادا هنشرم لهم زيان وانحاول نخليه قدم ما خليته ساعة ساعتين تلت سوية في تلاجة قدم ما خليته اكتر قدم ما كي يجي من السم وكي يجي لديت بزاف ممكن هادا العملية تديروا واحدة ليلة من قبل يعني تشرمنوا الحوت ديالكم من ليلة قبل وديروها في تلاجة تغطيوها مزيان وديروها في تلاجة تلاجة طيبوها كي يجي لديت بزاف اشتركوا في القناة نحن ان نحن جيفبي نصمات الشعريه orden المرطبة في القشور الكروفيت اضفت معها شامبينيو مؤلاب الفلفلة حمراء والكالامار المقطعة صغر وشحرته في شوية السمن اضفت الماء اضفته مع شعرية الروز كي تنسمي اكثر اضفت الشرمولة ونضيفه مع شعرية الروز ليست بدون الماء ينسيت السمية تنسيت السمية اضفت من الزرم كمية الكبيرة الروز وتنسمي الروز اشتركوا في نفس الوقت من بعد ما نعمرها انتو ميلاء كنتو هتصاوبوا الشرمولة فانتو ما ضيفوها مع الشرمولة يعني من الول ضيفو سوسوجة بالنسبة للعمارة را كي بقى لكم الاختيار تقدروا تديروا غير هكا الشعرية دي للرؤس مع او الشعرية الصينية مع الفلافي الملونة ممكن تضيفو حتى الزيتون قطع طريفات ممكن تضيفو الحمض مصير علش لللوب ديال وبالنسبة للناس اللي كي بغيو ديك الحموضة ديال الحامض ممكن تضيفو الكالامار الكروفيت والكالامار موهم كتبقى العمارة اختيارية على حسب الطق ديال كل واحد هنا من بعد ما خليت الحوتة ديالي واحد ساعة تقريبا حتى تتنسمت بديك الشرمولة اللي قدرت لها هنبدأ هنا نعمرها بالنسبة للعمارة كيف ما اتلاحظو معها فانا قدرت واحدة العمارة كتيرة بسف حتى انا كنبغي الحوتة تجيني عامرا مزيان يعني ما تجيش العمارة فيها قليلة وفي نفس الوقت هاد العمارة هادي هتكون كسلطة مرافقة مع هاد الحوتة المعمرة يعني بالنسبة للسلطات اللي هن نرافقهم مع هاد الحوتة هادي ما هنديرش فيهم الروس علاش لاناني هنا هنستعمل هاد الشعرية هادي ديال الروس او هاد العمارة هادي كمرافق من المرافقة ديال هاد الحوتة هادي وكيف ما اقلت لكم انا كتعجبني الحوتة تكون عامرا مزيان هنا بالنسبة لكم إلا كنتو ما عمرتوش الحوتة بزيان عندرتو غير واحد الكيمية قليلة في العمارة فانتو ما هناك تجمعوا الحوتة على هاد الشكل هذا وكتجمعوها بدك لغضان اولادوك العويدة ديال السنان تجمعو بها الحوتة ديالكم قبل تدخلوها الفران كيف ما ممكن انكم كتديرو الحوتة على هاد الشكل هاد الشكل وكتعمروها مزيان وتخليوها على شكل باطو تشكل ديالها كي يجي يزوي من المنظر ديالها كي يجي واحد المنظر اللي شي شوية مغير وكتطيبوها على شكل هاكا وفاشك تحطوها في التبصل يعني كتحطوها هاكا وواقفة بحل شي باطوها هاكا وفي العمارة الداخل دياله هنا كنوريكم الطرق زي ما اللي تديرو اه الى بتطيبو الحوتة ديالكم انا هنا بحكم عمرتها بثاف يعني اه يعني ما هاد الشلي هاكا بها العويدة ديال سنان ممكن نحتاجها تستعملو دوك العويدة اللي كنديرو في البروشت ايلا كنتو بحلاكة باش تدليكم ضغية كيف ما قلت لكم انا ما هاستعملوه يعني ها نخلي الحوتة ديالي كيف ما هي ويستعملوه مع اي طريقة باش هنطيبها من بال هنا ها بعد ما عمرت الحوتة ديالي مزيان كيف ما قلت لكم انا كنتعجب لي الحوتة تكون عامرة مزيان فانا هنا ها 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 استيس ورقة طبخ هنحاول هنحط الحوتة ديالي ونحاول نغلفها مزيان بهذا ورقة طبخ يعني بحلها تطيب نضيفها مباشرة في الفران نضيفها بالورق الطبخ بعدها نضيفها الورق الاليمينيوم نضيفها في البخار نضيفها على الفران المسخن من قبل على ميتين درجة نضيفها حتى كالطبليات نضيفها تقريبا 40 دقيقة وكانت طيبة بالنسبة للفران كهربائي لا تخافوا عليها كالطيبة مجموعة ماتبا نضيفها موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة